مجاهدين أولان وقفة مع أخبار المال والأعمال وليلة عمر لديها التفاصيل تفضلي ليلة شكرا إلهام وفاطيمة ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لقاءة مشتركة مع ممثلي كبرى الشركة اليابانية في توكيو وذلك خلال جولته الترويجية بالمنطقة استعرض جمال الدين مناخ وفرص الاستثمار والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من جانبهم قال مسؤول شركة اي جي سي جروب انك والتي تعمل في مجال صناعات زوجاج السيارات والتطبيقات الإلكترونية عزم الشركة العمل على دراسة الفرص الاستثمارية في المنطقة نظرا لحاجتها إلى توفير بعض سلاسل الإمداد للصناعات المكونة لمنتجات الشركة وإمكانية التصنيع في ظل توفر البنية اللازمة والاحتياجات كما بحثها رئيس اقتصادية قناة السويس أوجه التعاون مع ممثلي احدى الشركات المتخصصة في التعامل مع البيانات الضخمة وتحليل بيانات المركبات والسيارات والسفن كما التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بممثلي مجموعة شركات تاميتسو اليابانية العاملة في قطاعات صناعية متنوعة أبرزها قطاع البنية التحتية والمعادن شهد ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول الجيبس 2023 توقيع وزير البترول طارق الملة على خمس اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات يبلغ حدها الأدنى أربعين مليون دولار وحفر أحد عشر برن جديدا كما شهد المؤتمر التوقيع على تسع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية بحث وزير البترول طارق الملة مع رئيس شركة أكسنس على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إيجيبس 2023 عدد من مشروعات التعاون لتحقيق الاستدامة وتوفير الرقص التكنولوجية للمشروعات كما التقى الملة برئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكتيب أنيرجيز العالمية لمتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تكرير البترول الجديدة بالإسكندرية وأصيود كما التقى الوزير برئيس شركة دراجون أوبل أويل الإماراتية لبحث أنصوط الشركة في مصر بمنطقة خليق السويس كما تفقد وزير البترول معرض مصر الدولي للبترول باعتباره يوفر فرصا طيبة للحوار والتعاون ودراسة فرص الاستثمار لقطع البترول تتواصل فعالية معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول في نسخته السادسة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي وتناقش نسخة هذا العام ألية التحول في مجال الطاقة وأمن الطاقة مع التطرك لملف العمل المناخي وتعزيز الجهود المشتركة لما يكون عندنا مستويات جيدة من الإنتاج تجعلنا نغطي السوق المحلي ويبقى عندنا فوقت له التصدير التصور ده هو الهدف بتاعنا ولذلك النهاردة لما بنشوف مثل هذا الإقبال بيدل على أنه إحنا نجحنا في أن إحنا نقنع المستثمر العالمي وبالذات في مجال الطاقة أنه مصر هو الوجهة المصبوطة وهي الوجهة المفضلة للاستثمارات بتاعته على مدار ثلاثة أيام يهتم المؤتمر والمعرض بعدد من الملفات المرتبطة بمجال الطاقة كالتحول وحلول الطاقة إلى جانب الجيل القادم من النظمة البيئية للنفط والغاز والطاقة كما يصلت المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة لدور شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية المستدامة كل سنة متعودين أن نشارك في المؤتمر هو المؤتمر السنة من أهم المؤتمرات ويأخذ باهتمام من سيد الرئيس الجمهورية ومعالي سيد وزير البترول في ظل التطورات التي هي بتاعة الطاقة الموجودة في المنطقة وبيجي بعد مؤتمر المناخ اللي اتعمل دا استكمالا للسياسة اللي البلد ما شاء فيها والبزارة ما شاء فيها موضوع الاستدامة هو موضوع جدا مهم موضوع عالمي وطبعا قطاع الطاقة هو القطاع المعني بهذا الموضوع نحن كشركة في البرايفت سكتر القطاع الخاص الإماراتي دائما باهتمامنا أن نكون مع علاقات طيبة عالمية وطبعا أهم العلاقات اللي اليوم متواجدة العلاقات الإماراتية المصرية مشاركة شركة النفط العماني للتسويق في معرض إيجيبس 20-23 مهمة جدا بالنسبة لشركة النفط العماني للتسويق لأنه نحن بنحاول مع الشركات المصرية لخلط الزيوت في جمهورية مصر العربية وأيضا لتسويق منتجات زيوت السيارات في الجمهورية بشكل عام السوق المصري طبعا من السوق الأسواق الواعدة الجاذبة للسيسمرات الأجنبية عندنا تنوع في الصناعات عندنا صناعات البترو كيميكال الأولانجاز أبستريم وداونستريم وكمان التكرير يعد معرض ومؤتمر إيجيبس بمثابة بوابة للسوق المصري والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع البترول والغازة كما يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط وذلك من خلال إتاحة فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير هذا القطاع الحيوي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد أن قالت الحكومة الأمريكية أنها ستفرق عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي للتراتيجي بناء على تفويد من الكونغرس على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله وانخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 5 من 10 بالمئة لتصل إلى 86.18 دولار للبرميل كما انخفض سعر خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 89 من المئة في المئة يسجلت 79.43 دولار للبرميل وتراجعت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 27 من المئة في المئة لتصل إلى 2.89 دولار للتر بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.7 من المئة في المئة وذلك لتصل إلى 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسم الخليجي على انخفاض متأثرة بأسعار النفط وأرباح شركات جاءت أضعف من المتوقع في حين عوض مؤشر أبوظبي الخسائر المبكرة وتراجع مؤشر السعودية بنسبة 2 من 10 بالمئة متأثراً بخسائر في القطاع المالي وقطع رعاية الصحية كما انخفض مؤشر دبي 3 من 10 بالمئة عند الإغلاق منهياً مكاسب استمرت 9 جلسات متأثراً بخسائر في قطاعات المرافق والصناعة والاتصالات بينما صعد مؤشر أبوظبي بنسبة 1 من 10 بالمئة قال وزير مالية ألمانيا إن التغييرات في قواعد ديون الاتحاد الأوروبي والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية لا يمكن الموافقة عليها كما هي وأضاف الوزير الألماني أن البلدان التي لديها مستويات عالية من الديون في عقب جائحة كورونا يجب أن تعود إلى المالية العامة المستدامة لافتاً إلى أن الاستدامة ليست قضية بيئية فحسب بل هي قضية اقتصادية أيضاً ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تباطى في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022 وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل وأفاد يوروستات أن النتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة نمى بنسبة واحد من عشر بالمئة على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022 وبزيادة واحد وتسعة من عشر بالمئة على أساس سنوي وأضف يوروستات أن نمو التوظيف بلغ واحد وخمسة من عشر بالمئة على أساس سنوي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2022 ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وفاطيما لاستكمال ما تبقى من النشر إليكم من جديد شكرا ليلة على هذه الوقف الاقتصادية شكرا للمشاهدة